هل سماع الأغاني من الكبائر ولا تحتاج إلى توبة يعني قضية من الكبائر أو من الصغائر ماذا يترتب على هذا الأمر يعني هل إذا قلنا له هي من الكبائر سيقلع إذا قلنا من الصغائر لن يقلع ويكفيك أن تعرف أنها حرام انتهى الأمر كبائر ولا صغائر شيء لا يرضي الله شيء لا يرضي الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف يكفي خلاص سأني بتعني عن هذه المعازف أما إذا كانت الأغاني بدون معازف ولا تغنيها نساء وليس فيها كلام فاحش أو يعني محرم بشكل عام مثل فخر أو سب أو قبيح أو كذا كلام عادي ما في باس هذا كلام وإن لحنه باللسان ما يضر إن شاء الله تعالى لكن الممنوع هي الموسيقى التي تصاحبه أو أن الكلام نفسه يكون ممنوع سيئا هذا الممنوع أما إذا كان غير ذلك فالأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر